موسيقى إذن البداية مشاهدين ستكون بالتعرف على آخر النتائج المسجلة في مختلف المسابقات خلال الساعات الماضية في موقعي الرباط والدار البيضاء لنشاهد موسيقى بداية هذه الجولة بالكرة الطائرة الشطائية حيث انتزع المنتحب المهربي ذكور الميدالية الفضية في المسابقة بعد أن أنهى في المركز الثاني وراء غامبيا الفائز بالذهب في مآلة البرونزية لرواندا بعد تغلبها في مباراة الترتيب على جنوب إفريقيا ليوز دالبيت تاريا السيطار على منافسات كرة الطائرة الشطائية موسيقى على صعيد آخر انطلقت الخميس أولى مباراة الدور الأول للكرة الطائرة داخل القاعة حيث كانت البداية بمباراة السيدات علما أن المنافسة ستستمر حتى اليوم الأخير من الألعاب موسيقى وفي قاعة عين الشق بالدار البيضاء أعطيت يوم الخميس كذلك انطلاقت مباراة البادبينتون والتي تختتم بعد أسبوع من الآن موسيقى ودائما بالدار البيضاء لكن في منافسات سنوكر التي تتواصل حتى يوم السبت وتتواصل معها سيطرة اللعبين المغاربة والمصريين موسيقى وبقاعة مونيل حسن بالرباط دائما تستمر ولليوم الثالث منافسات تنس الطاولة على أن تقام المباراة النهائية للفرق يوم الجمعة قبل الدخور بعد ذلك لمنافسات الفرد ذكورا وسيدات موسيقى وعودة إلى الدار البيضاء حيث تواصلت لليوم الثاني بالمسبح الأولمبي لمركب محمد الخامس منافسات السباحة حيث كانت أولى مدارية المغرب في سباق أربعة في مئة متر تتابع حيث انتزع المغاربة الميدالية البرونزية موسيقى أما في الرياضات الجماعية فحقق المنتخب المغربي لكرة اليد بوكور نتيجة الفوز على غينيا وهو الفوز الثانيه بعد الانتصار في لقاء الأول على المنتخب الزنبي موسيقى في فقرة حوار هذا العدد ننتقي مع رئيس البعثة الجزائرية للأعابة الإفريقية الثانية عشر ونتحدث مع عن ترقبات الرياضيين الجزائريين في هذه الدورة وأيضا عن استقبال الذي حضيت به البعثة الجزائرية منذ قدمها إلى المغرب بالنسبة للبحثة الجزائرية هي بحثة متوسطة عن 365 فرد منهم 255 رياضي ورياضية اللي جينا نشاركو في 24 رياضة في مختلف يعني برباط وبكازا وبسال يعني هذو هم الأماكن اللي نحن قايمين بهم في المنافسة أهداف رهي تتغير من رياضة الرياضة فيه عدة رياضات اللي رنا نشاركو فيهم بشباب يعني ما زالوا سديجون سديجون اسبور وفيه رياضات أخرى وين كائن رياضيين لابس بهم اللي جاو يعني باش يكون فيغم للريزلطات مثلا كيما الفوليبول كيما تعلمون عندهم مرتبة الأولى في الألعاب الأخيرة جاو باش يأكدوا مرتبة الأولى تاهم إن شاء الله وفي عدة رياضات اللي رنا ننتظر منهم منهم الملاكمة منهم الكاراتي منهم مازال ما دخلوش المنافسة والله بالنسبة للحفاوة الاستقبال رهي ماشي حتى في الملعب وين من روحوا وين من روحوا هنا على مستوى المستوى المنظمين على مستوى القاعات التدريب قاعات المنافسات كيما شفتوا وعشتوا الحفل الافتتاح اللي كان الجمهور تفاعل كتير مع الوفد الجزائري وهذا الشي شرفنا كتير ويعني خلى الرابط ما بين الشعبين يزيد يكبر وإن شاء الله إحنا بلد واحد ونتمنى باش نكونوا نمشيوا في طريق واحد في كل المجالات ما هيش غير في الرياضة بي كل صارها أنا كوتنا تادر فسوما لعشاك في اللي كوان سيزيد هي حول المنافسة كيما يبقى الكثير من الناس لكل من지 نتلاقمع خوتينا لدينا عمليات ومشهدينا هنا في مارك ويوجد هذا نزيدنا هناك بعض الأثلاث والأثلاث الذين هم جاءوا في مارك ويأتوا مرحلون وأنا أتبعون إلى توفر الماركين وفورة المحل وكأنه نزيدنا في تقرير التالي ومشاهدنا نتعرف على كيفية جامع النتائج من مختلف مواقع التنفس كيف يحرز المنظمون على تحيين هذه النتائج وإدخالها في الموقع الرسمي للألعاب الأفريقية كي تكون جاهزة للجمهور المتتبع لهذه الدورة في هذا المركز يسهر فريق متخصص على نقل نتائج النسخة الثاني عشر للألعاب الأفريقية لحظة بلحظة حيث تشرف شركة دولية متخصصة في تنظيم الملتقيات الرياضية الدولية على تجميع المعطيات من مختلف مواقع التباري هذه الشركة تقوم بتغطية جميع المنافسات ووضعها أكثر من 63 شخص في مختلف مواقع المباريات التي تقوم بتجميع النتائج وكتغسلها للمركز القيادة هنا فين تجميعها وكذلك تنظيمها ووضعها في الموقع الإلكتروني للألعاب الأفريقية بعد تلقي نتائج التي يسهر على تجميعها 63 مختصا من مواقع المباريات يتم تنظيمها ووضعها في الموقع الإلكتروني لتكون في متناولي متابع الدورة الثاني عشر للألعاب الأفريقية أشخاص الموجودين في المواقع الألعاب يأخذوا النتائج بعدما يكون صدقت عليها الكونفيدير الأفريقية لللعبة وتم بعتها للجنة القيادة بمقر اللجنة المنظمة وتتم تجميع ديالها وتحليل ديالها وكذلك ووضعها في الموقع الإلكتروني للألعاب الأفريقية ويوفر الموقع الإلكتروني للألعاب كافة المعطيات الخاصة بالمشاركين 6396 إضافة إلى جدول ترتيب الميداليات حسب البلدان بعد أن تعرفنا في البداية على أبرز النتائج وأبرز رياضات التي تم التنفس فيها خلال الساعة الأخيرة نتعرف الآن على جدول ترتيب الميداليات لحد الساعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لقطة اليوم اخترناها من داخل القرية الإفريقية ومباراة في تنس الطاولة غير رسمية بين متنافسي من كوديفوار ونظيره من الطوغو لنشاهد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر